تحرص مملكة البحرين وبشكل مستمر على تطوير البنية التحتية لقطاع أمن المعلومات والاتصالات وتحصينها بشكل يحفظ أوجه العمليات الإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة فيها نعم وهو ما دع المملكة إلى بناء منظومة شاملة لحوكمة الأمن السبراني أو الأمن الإلكتروني وذلك عبر تأسيس الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني وإنشاء المركز الوطني للأمن السبراني هو الأمن الذي بات استخدامه والاستعانة به حاجة ملحة وضرورة بدت أهميتها تتجلى أكثر فأكثر من بعد إفرازات وخلاصات عصر الثورة الرقمية الذي نعيشه ومصاحب ذلك من اهتمام يتبعه حرص على فهم متغيراته وظروفه التي تستدعي التنبه واليقذة من قبل الدول والحكومات في حماية مصالحها من أي تدخل أو هجوم عولمي إن صح التعبير قد يستهدف وجوه العمل التي تستوطن تفاصيل كيانها إن منح الأمن السبراني مساحة وفية من الاهتمام الحكومي والخاص وتحديدا من قبل المؤسسات العاملة في كلا القطاعين خصوصا من بعد التنوع الحاصل في أساليب تقديم الخدمات ومحاكاة رغبة العملاء في تنفيذ معاملاتهم عبر ابتكار قنوات جديدة وعصرية لإتمام تلك الخدمات من شأنه التقليل من المخاطر الآتية من وراء الاعتماد الحاصل على خدمة الإنترنت والاستعداد بشكل كبير لمواجهة تهديدات الأمن السبراني المتزايدة واستدامة خدمات تقنية المعلومات والاتصالات وتوفيرها بشكل آمن ووضعها بين يدي عديد المجالات الحيوية كالطاقة والمال والصحة والتعليم وغيرها وارتباطا مع ما تم الإتيان على ذكره حرصت مملكة البحرين على بناء منظومة شاملة لحوكمة الأمن السبراني أو الأمن الإلكتروني وذلك عبر تأسيس الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في العام 2004 وإنشاء المركز الوطني للأمن السبراني بمرسوم ملكي رقم 65 لسنة 2017 لينضويان تحت مظلة وزارة الداخلية كجهتين مسؤولتين عن حماية وأمن المعلومات في شبكة البيانات الحكومية في البحرين فهما من يحتويان على العديد من الإدارات التي تتسلح بكفاءة مواردها البشرية وبأفضل التقنيات التكنولوجية المتبعة في مجال الأمن السبراني ليساعد ذلك في سهولة تطبيق البرامج الآمنة بجميع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة إلى جانب إطلاق العديد من البرامج وورش العمل المعنية بالأمن السبراني إضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستجابة لحوادث أمن المعلومات في تلك المؤسسات ومن بعد أن أصبح الأمن السبراني جزءا لا يتجزأ من التحول نحو الاقتصاد الرقمي في البحرين والمنطقة والعالم اتضحت جلية حتمية العمل على نشر الوعي بثقافته وتوسيع نطاق الإلمام به بين عديد الجهات العامة والخاصة وبين مختلف فئات المجتمع للحد من تأثيراته السلبية التي تكمن بهجماته الجديدة والمتغيرة وكذلك بضرورة مشاركة المعلومات بين الشركات والمؤسسات عبر تطوير القوانين والأنظمة ذات الصلة وتشجيع المؤسسات على الإبلاغ فورا عند التعرض لهجمات البرمجيات الخبيثة أي كان نوعها ليتم التصدي لها عن طريق أحدث أنظمة وأدوات كشف ومنع عمليات التسلل الإلكتروني التي ينفذها قراصنة الشبكة العنكبوتية الحجر الأساس في استراتيجية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هو بناء وعي مجتمعي لتوضيح مخاطر وكيفية الحماية من الجرائم الإلكترونية طبعا التوعية لها جانبين الجانب الأول أن أنا أحمي مستخدمين شبكات تواصل اجتماعي من وقوعهم كضحايا للجرائم الإلكترونية وفي نفس الوقت أحميهم من كونهم يكونون يرتكبون الجرم وذلك من توعيتهم بالقوانين والإجراءات والقوانين المجرمة بحيث أن تمنع وقوعهم من غير إدراك في الجريم الإلكتروني وفيما لا شك فيه يعد الأمن السبراني كأحد الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية بالمملكة وذلك لأن اقتصاد مملكة البحرين وازدهاره يعتمد اعتمادا كليا على أمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأمينها ضد التهديدات السبرانية والمادية اشتركوا في القناة